بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله نبدأ نهاردة نتكلم على nullip disease ونتكلم على histopathology of pulp diseases احنا حنتكلم الاول على basics لان اللي هايقدر يفهم البايزكس دي هايقدر يعرف بالضبط ان الشغل بتاعنا كله في الأورى البالغة قايم على البايزكس دي واللي هيعرف فيه فهمها كويس هيقدر انه يذاكر كويس من غير ما يبقى عنده اي مشكلة في مذاكرة التوبيكس خصوصا المتعلقة بالإنفلاميشن تعالوا نتكلم على البالب ديزيزز النهاردة وحنتكلم على مواضيع الإنفلاميشن بصفة عامل لان احنا لما نيجي نتكلم على البالب ديزيزز لازم نعرف ان المصد كومن ديزيز أو يمكن المصدر ديزيز فبالتالي هنتكلم شوي عن الإنفلاميشن والرياكشن بتاع البالي لإنفلاميشن هنتكلم على البالب هيبريميا والأكيوت بالبيتس والكرونيك بالبيتس والبالب نيكروزز وهنتكلم في الكرونيك على نوع اللي هو الكلوزد والأوبن بالبيتس نبدأ الكلام الأول على الديفينيشن بتاع البالب البالبيتس what is pulpitis الكلمة itis means inflammation so it is an inflammation of the dental pulp tissue طيب بالنسبة للإنفلاميشن بقى الإنفلاميشن لو تفتكروا زبان كأننا بنقول إن فيه cardinal signs of inflammation اللي هي redness والhotness والswelling والpain والloss of function الكلام ده وارد إنه يحصل في أي تيشو بيحصل فيها inflammation مع هذا البالب تيشو ليه البالب تيشو ما بيحصلش فيها الكلام ده آآ قوي علشان الحاجات دي علشان تحصل محتاجة إنه يبقى فيه عندنا open surface إنما البالب عندنا closed surface فيها calcified tissue لازم يكون فيه كمان علشان بيحصلش نيكروزز يكون فيه collateral circulation collateral circulation ده بيبقى lacking في البالب تيشو علشان هي بيبقى جاي التغذية من النرو إبكال فورمين اللي موجود وبالتالي فالإنفليميشن عادة بيؤدي عن جاست اللي ايه الكاردانال سينز العادية بتاعتنا أكتر حاجة بيصفر منها العيام بتبقى البين وكمان طبعا اللي ايه بعد كده ده بالنسبة اللي ايه بتاع البالب شايفين الصورة دي فيها الخلايا اللي موجودة بتاعت الإنفليميشن آآ الخلايا دي اللي هي البوليمورفو نيوكليور ليكو سايتز آآ دي الخلية المين آآ تارجت في آآ في الريسنت انفليميشن وفي الاكيوت انفليميشن بالذات يعني لأن طبعا احنا عارفين انه في 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 بتاعت الانفليميشن أول حاجة بتحصل بيحصل حاجة اسمها آآ 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 فازو ديلاتيشن آآ فازو كونستريكشن في الأول فولود باي فازو ديلاتيشن وبعد ما يحصل فازو ديلاتيشن يبتدي يحصل آآ ريموفل أو آآ الاكسترا سيلر اديمة بتطلع من البلازما اكسوديت يطلع برة البلاد فيسلز وبعدين بعد كده يبتدي يحصل كيمو تاكسس الكيمو تاكسس بيحصل بايه بيحصل بايه ال ودي الموست كومن سيل اللي بتمقى موجودة في اكيوت انفليميشن اللي يازم حلائي فيه الخلية دي اللي هي البوليمورفون نيوكلير ليوكوسايت والاسمها التاني النيوتروفيلز في عندي بقى خلاية كمان تانية في الكرونيك زي الايه زي الماكروفيجز او النيمفوسايت او البلازما سيلز وطبعا دي الخلية اللي اكتر في الانفليميشن الماكروفيجز دي اللي بتشيل البقايا بتاعت الاتاك اللي بتحصل ما بين النيوتروفيل وما بين الارتد الليمفوسايت دي بتتحول لحاجة اسمها تي وبي ليمفوسايت والبي التي فيها التي هيلبر والتي سيتوتوكسيك والبي اللي بتعمل في الاقر البلازما سيل اللي بتطلع اليميونوغلوبينز عندنا فيه بقى الزينوفيلز وفيه البيزوفيلز اللي بتعمل ايه الماس اللي ادي البيزوفيلزة هي وادي الماس اللي بتبقى ناتج عن البيزوفيلز فيه عندي البيزوفيل دي بتاعت كل دي حاجات خلايا بيزك لازم اكون عارفها وانا بتكلم على ايه طبعا الاندوثيليم اللي موجود تحت ده بتاع البيزوفيلز الاندوثيليم ده الخلايا دي بتبتدي انها تتفتح وبتدي تخرج طبعا الاجسوديت علشان سايل بيخرج الاول يتبعه بعد كده انها تخرج الايه الخلايا عن طريق الكيموتاكسس علشان تعمل الايه بتاعها طيب ادي الشكل بتاع الجنرال بتاعت بيحصل ايه في منطقة البساطة بتحصل اول حاجة زي ما قلنا ده بلا يوسك لان احنا بنشوفوش بعد كده بتدي يحصل يبقى اول حاجة بعدين بعد كده بتبتدي تعمل وتعمل وبالتالي بعد كده بلاقي تبتدي تعمل في حالة البالب بيبقى بكتيريا وتبتدي ان هي تعمل بتاعها علشان تكون حاجة اسمها بس يبقى البس ده هو الجزء اللي بيبقى موجود بعد بتاع البكتيريا اه مع البوليمورفون يبقى انا بالتالي في الاكيوت بصفة عب هلاقي بوليمورفون وحلاقي بس طالع البس ده بتكون من ايه بتكون من اللي هو اللي طلع من اللي طلع من البلود بتكون من البكتيريا و اللي اتنمع بعض دولة بيعملولي ايه البس او التلاتة دولة بيعملولي البس اللي بيبقى موجود في الاكيوت يبقى بالتالي هيبقى برضو الفكت بتاع الخلية بتاعتي او الافكت بتاع الجسم هيبقى يتكون من انه بيطلع بس في وجود البي ان الاس وبيحاول دايما الجسم انه يعمل وولنج للكلام ده عن طريق انه هو يعمل في الاكسترنال بارت بتاع الرياكشن اللي حاصل ده طيب معنى كده هو برضو ان انا عندي فيه توازن بيحصل دايما ما بين الاريتنت وما بين الجسم يعني انا عندي لو الجسم عندي المناعة بتاعته ضعيفة والاريتنت كان قوي هيعمللي على طول اكيوت انفلاميشن لو كان الاريتنت عندي ضعيف والجسم مناعته قوية بيعمللي كرونيك انفلاميشن حاجة تانية مهمة جدا اعرفها ان انا في حالة الاكيوت دايما بيحصل complete destruction اللي موجودة في الاكيوت انفلاميشن دي نتيجة الاتاك الجامد والحرب الدايرا الجامدة اللي جواه الجسم لو في الكرونيك دايما بينتج عنه ميلد ارتشن وبينتج عنه بعد كده فورميشن يبقى انا دايما في الكرونيك حيلاقي نتيجة الاريتيشن اللي حصل في الاكيوت بلاقي destruction وبلاقي death على طول التيشو اللي موجودة حاجة تانية الكلينيكال بيكتشر بتاعتي في الاكيوت دايما بيتبعها pain fever mylays whatever الحاجات بتاعت الاكيوت manifestations في الكرونيك دايما بلاقي mild or no clinical pictures موجودة يبقى نقول تاني في الحالة الاكيوت دايما بيطلع لي الخلايا بلاقي vasodilatation في البلد وده على فكرة في كل خلايا الجسم مش بس في البلب بلاقي polymorph nuclear leukocytes infiltration وكمان بلاقي ايه pus اللي بتكو من exudate bacteria dead and living و pnls dead and living ده الاكيوت طب وفي الكرونيك زي ما قلنا بلاقي inflammation بلاقي ان الخلايا اللي موجودة ما عادتش pnls اللي هي اللي بقولوا عليها المايكروفاجز كمان الاسم التالت ليها مايكروفاجز او pnls او neutrophils لا بلاقي بقى خلايا متخصصة بلاقي الليمفوسايتس اللي بتبقى t lymphocytes او t cytotoxic او t helper بلاقي b lymphocytes اللي بتتحولي لplasma cells اللي بتطلع المينو بلاقي كمان وكمان بلاقي بقى formation of new tissue دايما بتبقى التشو اللي موجودة ده في حالة لما يبقى الانفكشن حاصل في تشو لو الانفكشن او الكرونيك ده حاصل في هارد تشو هتلاقي new formation of heart tissue لو كان bone لو كان dentine لو كان ايه يبقى بالتالي بلاقي formation دايما دايما بلاقي تشو دي موجودة تشو بتكون من وبعدين بعد كده تتحول ل بلاقي اللي بتعمل اللي هي علشان تخزيط التشو الجديدة اللي موجودة دي يبقى انا حسب ذميتها اذا كانت تشو تقلب بعد كده fibers fiber blast blood vessels ودولها بيكتروا او بيقلوا حسب الوقت او الفترة الزمنية اللي جرانيشن تشو دي موجودة فيها كده يبقى احنا نعرف ان اللينفوسايت والبلازمة cells والماكروفيجيز دايما حلائيهم موجودين في كخلايا لل chronic inflammation plus جرانيشن تشو وقلنا ان chronic inflammation بيبقى زي ما احنا شايفين هادي الكريتيريا بتاعة البالب اللي بتمنع لحدوث ال inflammation بالطريقة العادية بتاعة الجسم انه soft tissue enclosed within calcified walls في lack of collateral circulation والبلب نفسه كبين بيبقى highly responsive to irritation فبالتالي بيعمل لي severe pain وكمان عندي في narrow apical foramen نشوف كده يعني انا لما بيقول ان في lack of collateral circulation يعني مفيش عندي اي circulation غير اللي داخل جوه ال apical foramen كمان ال apical foramen ده بيبقى نارو فلما يجي يحصل vasodilatation عادة ما بقدرش نوع يعمل vasodilatation جامد علشان anatomical hard structure اللي موجود اللي بيمنع ده فبالتالي بيوصلني لل pulp جنجرين بسرعة وطبعا هو soft tissue enclosed within calcified cells مش عارف تعمل بس حلاقي فيه الضغط او pressure عليه جامد وكمان pulp highly responsive to stimulate طيب تعال بص كده على ال etiology بتاعة pulpitis ممكن يحصل نتيجة ايه ابسط حاجة ممكن يحصل نتيجة dental cares او ممكن يحصل نتيجة cracked او fractured tooth سنة مكسورة اتكسرت في حادثة اتكسرت لنتيجة traumatic mastication لحاجة معينة يعمل لك cracking او fracture للسنة اه ممكن يكون الترومة دي اتروجينيك due to mechanical preparation ممكن يكون thermal لو انا بعمل mechanical preparation من غير heat او ممكن يبقى chemical damage لو انا حطيت دواء مش مصبوط في pulp اه حطيت composite directly على pulp مثلا ده يعمل لي chemical damage واكثر مثال ليها واضح هو الجالفانيزم اللي بيحصل بين السنتين اللي بيبقى ليهم محدة old amalgam و new amalgam مع فرق الجهد ممكن يعمل لي طائر كهربائي دي اكتر حاجة ممكن تعمل لي electrical irritation لل pulp في حاجة اسمها hematogenal spread of infection antrier blood في في كذا في حاجات كتيرة جدا بس السبعة دولة هم اكتر حاجات ممكن تعمل لي pulp heights طبعا اكتر هم زي ما احباش يقفين يما thermal يما biological يما mechanical او chemical او electrical بس طبعا احنا بنتكلم على الموس من في pulp بيبقى الbiological نتيجة الكيرز او نتيجة pocket او نتيجة fractured او cracked tooth طيب تعالوا نبص جدوات على classification بتاع pulpitis الclassification عندي لل pulpitis بينقسم according to اول حاجة ممكن يبقى according to type of inflammation يعني اول ايه يما acute او chronic inflammation او عن طريق ان انا بقسمه according to direct communication بين pulp وال oral cavity اذا كان في connection بين البال وال oral cavity بيبقى open لما فيش connection ده بيقول عليه closed pulpites وال extent of pulp involvement اذا كان partial او total involvement لل pulp وعن طريق عن طريق البكتيريا infection ل septic and septic اه 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 inflammation طيب تعال انبصك ده هو تعال ال اه ال fate according to fate of pulp inflammation اه ممكن يبقى عندي reversible او irreversible لو كان reversible هي هو pulp high premium لو irreversible هيبقى الاكيوت او early وفي late ال chronic في منه open وclosed والopen في منه ulcerative والhyper plastic او اللي هو pulp polyp ده التأسيمة اللي هنشتغل عليها في pulp disease نبتدي لتكلم على reversible pulpitus او pulp hypremia ده اللي هو least inflammation ممكن يحصل ده بيبقى sensitivity to thermal changes especially cold ده بيبقى البين عندي بيبقى عادة temporary وبيختفي فجأة بعد ما بشير الاستيمينوس يعني بيأكل حاجة حلوة وبيشرب حاجة ساعة بيحصل pain البين ده بيختفي على طول في الحالة دي بقول انه عنده pulp hypremia كمان عندها response to low level of electric electric current او electric pulp tester في حالة hypremia بلاقي انه طبعا ما فيش صور histological اوي hypremia لان ده بيبقى حاجة reversible ما فيش حد بشير pulp عشان pulp hypremia hypremia ده يعني هو اول مرحلة في inflammation لو بلاقي فيه vasodilatation الvasodilatation بيطلع مع fluid exudate لو فضل قاعد ممكن انه بيبتدي يعملي ثيكن او بيبتدي انه يعملي more viscous blood وممكن ينتج عنه لو فضل موجود ينتج عنه نيكروز لل pulp يبقى سهل جدا في العيادة ان انا قادر ان انا اعمله reversing لل dilatation ده ويرجع تاني pulp tissue تبقى سليمة يبقى دي الحالة الوحيدة اللي قادر عليك من غير ما اعمل لها endo بقية الحاجات لازم اعمل لها endo طيب ادي normal histology بتاع pulp بلاقي الodontoblast layer على طول بعد ال pre-dentine بحث cell free zone والcell rich zone وال pulp column ده طبعا الافكت اللي ما لقيه دايما في الهيستولوجي ان انا بحط صورة اللي موجودة بحطها على النورمال الاناتوبي ده هيطلع لي ال reaction سواء كان acute او chronic لو اتكلمنا كده باللي احنا قلنا قبل كده لو في الاكيوت لو في ال high premia هلاقي بس just vaso dilatation في pulp column بلاقي اللي خلايا البلود فيسلز كترت وخلاص على كده لو في حالة الاكيوت حلاقي فيه fibrosis وبلاقي lymphocyte plasma cell macrophages وكمان حلاقي fibrosis لل pulpit اللي هو granulation tissue اللي هي neuriformed capillaries والcollagen fibrils وإيه fiber plus كتير جدا جدا جوه البلب تيشو وقلنا انه ببقى في destruction فبالتالي بلاقي ان البلب في حالة الاكيوت في destruction فبلاقي ان الخلاياة لقدون بتموت وبلاقي ان فيه نيكروزيس حصل المنطقة دي في حالة بلاقي دايما نتيجة اللي حصل من ده مش حنسبق الاحداث وحنشوفها مع بعض ادي حالة شايفين اللي موجودة والودونتوبلاستيك سليمة وادي الاول حاجة في الريفرس اللي هو الأكيوت بالبيتس وده بيبقى عادة سيكولي من التreated الريفرس بالبيتس وهو يعني بيبقى دايما ياما بيحصل الريفرس 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 لا يتخذ بعد الريفرس وبيبقى نتيجة الريفرس اغلبها بتبقى كولد السائع هو اللي بيأثر وبيعمل الواجع وبيستمر زي ما قلنا وحنتكلم على كلمة ثروبنج دي ونقول اللي ثروبنج ليه لان زي ما قلنا في البلود يبتدي يخرج الاكسوديت فيبقى عندي بريشر عالي جدا البريشر العالي ده يبتدي يعمل ضغط على البلود اللي موجودة في البلب فيبتدي يعني يحس بالبالسيشن اللي بيحصل جوه البلب عشان كده بيبقى ثروبنج بين ده في وبعدين ده بيبقى بيخلي البيشنط awake at night ان الهيت بيزود البين والكولد بيقلل او بيوقف بيعمل رليف للبين ليه الكلام ده ليه عكست كده لان في الهيت زي ما قلنا بيبتدي يحصل بيبتدي يحصل وبعدين وبعدين الجامد اللي طلع من الاكسوديت يبتدي يبقى في بيين اكتر في حين ان الكولد بيعمل شرينكيج للبالب تيشو بيبتدي ان هو ما يحسش بالبين في الحيطة دي فبالتالي التوث بردو يرسپون الالكتر بالبالب تيستر ات اعرق الهيست pathology of acute palpit يبقى ايبقى فاسو dilatation اديما destructural odontoblastic layer ايبقى في destruction infiltration of pnls وpass formation وآدي صورة لالinflammation شايفين اهدي البلد فسل ديليت اهي اهدي destructural odontoblastic layer وكمان inflammatory cells اللي موجودة كتيرة جدا ايدي صورة تانية برضو لنفس ال lesion وصورة تالتة اهي شايفين infiltration بتاع pnls واضي دي ما بدأت تتكون في الحتة دي اللي هي اللي بتعمل دي البلد بعد كده ده عند البلب واضي ايه inflammatory اه اه ال reaction بتاع dilated blood vessels اللي موجود طيب ادي صورة تانية شايفين هنا هوت في الصورة دي بقى ده palp تي شوهي ادي ال odontoblastic layer حصل لها destruction ادي pnls ادي صورتها اهي pnls موجودة مليانة infiltration هنا dilated blood vessels ويبدأ يبقى فيه pass space في المنطقة هنا وهنا وهنا علشان تعمل ايه ال acute palpit اللي هو ال abscess اللي بيحصل فيه pulp هور شايفين infiltration جامد جدا من inflammatory cells destruction of odontoblastic layer وبداية ال formation of the abscess جوه ال pulp ادي ال abscess اهو ال pass space يبقى ما خرجناش بره ال reaction العادي destruction of odontoblastic layers وهدي ال collagion fibers اللي بتحاول تعمل لكلام ده كله طيب ال chronic palpitis بقى بيتقسم لclosed والopen ال chronic palpitis قد ان ال irritation ال infection حيبقى دايما ال clinical picture بتاعته مش زي ال acute حيبقى mild dull aching intermittent pain ويساعات بقاش في pain calls وreduce response to thermal changes ال histopathology بتاعه حيبقى infiltration of chronic inflammatory cells اللي هما ايه lymphocytes اللي احنا بنتكلم على القاعدة الاصلية lymphocytes plasma cell macrophages حيبقى فيه fibroplastic activity علشان walling of infection وال granulation tissue formation في deposition of dentine علشان نحن اولنا mild irritation بيعمل deposition of dentine بعد كده بيحصل later destruction of odontoblastic layer طيب وبالنسبة لل chronic ulcerative palpitis في ال ulcerative palpitis هو واحد من ال opened palpitis في ulcerative وفي hyperplastic ulcerative palpitis بياندج عن ايه ان دايما لما يبقى pulp chamber opened بيبقى فيه فرصة ان يحصل ال reaction اللي قلنا بيحصلش لو swelling مثلا وال الاكساديات بيتدي يهرب نتيجة ال inflammation طيب لما الاكساديات يهرب وما فيش عندي البديل اللي عواضه من تحت عشان فيه نارو apical foramen في ال old edge بيبقى لداخل محدود جدا والمي اللي خرج بتبقى كتير جدا من الاكساديات ومن الكلام ده كله فيبتدي ان بدل ما يعمل swelling يعمل shrinkage لان المي عملت ال اكتر ما بتزيد فبالتالي بيبقى الثريت بقى الثريت بقى الثريت بقى الثريت فاقل من الليفل بتاع البالب بيبقى فيه no or irregular pain وال entire pulp tissue is replaced by granation tissue وال infiltrated with chronic inflammatory cells اللي هي lymphocyte plasma cell and macrophages ودي chronic hyperplastic pulpit أو pulp polyp زي ما قولنا ده بيحصل في ال old age في ال young age بقى بيبقى عندي بقى فيه التغذية كويسة epic الفورة من مفتوح خصوصا في ال six او في ال d او في ال eight فبالتالي بيبقى عندي فيه ال swelling هيحصل التعويض بتاع البلد شرقال كويس فبالتالي هيحصل ال swelling وال pulp tissue هتخرج برا ال pulp shimmer فهتديني حاجة اسمها hyperplastic pulp excessive proliferation of chronically inflamed dental pulp almost in children and young adults appear as pinkish red mass protruding from large open pulp chamber و painless may or may not bleeped طب هو ايه اللي حصل هنا اللي حصل بلاقي البلد tissue enlarged وفيها بلاقي covered by covered by هي ال epithelial cells اللي بتبقى جاية من rubbing of cheek mucosa من الجنجف من saliva وتزارعت وعملت بلاقي في الكرونيك بلاقي في شوية لسه موجودة ممكن تعمل بيبقاش في اللي موجود وقادي صورتها بتبقى موجودة شايفين في النص بتاع البالب بتشو طلع برة وبحاول فرقها بين البوليب بتبقى دايما خارجة من الجنجف مش من نص السنة زي ما احنا شايفين كده ودي الهيستولوج بتاعها ادي البالب تشو ودي الكفر بتاعها بال اللي موجود في السيرفاس وزي ما احنا شايفين الليفل بتاعها اعلى من الليفل بتاع السنة اللي موجود ودي صورة تانية شايقين جوه والي محاوط اللي موجودة عندي آخر حاجة بيحصل بعد كده ويبتدي أن يحصل بعد كده يبتدي أن هو يموت والي موجودة خالص فالحالة دي مش هيبقى فيها ولكن مع الوقت بعد كده يبتدي يحصل طبعا احنا كلمنا تاني نعيد الكلام من التوبكس على الانفلاميشن كده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع البالبايتس أشكركم جدا 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 وأتمنى أن تكونوا المحاضرة واستفدتم منها وأشوفكم إن شاء الله على خير في المحاضرة اللي جاية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله